على عكس ما يسير به بايدن يحاول الجمهوريون زيادة الضغط على إيران وإبقاءها في زاوية العقوبات لكن الإدارة الجديدة ترخي حبل العقوبات على طهران شيئاً فشيئاً بدأاً من رفع التجميد عن أموال إيرانية في العراق مروراً برفع العقوبات الجزئية عن مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وصولاً إلى صفقات مباشرة مع أطراف تتعامل مع إيران بغرض فك العقوبات المالية عنها القادة الجمهوريون في الكونغرس ضغطوا على وزير الخارجي أنطوني بلينكين للكشف الكامل عن محتويات المحادثة السرية مع كوريا الجنوبية التي يعتقد أنها مهدت الطريقة لتلك الدولة لتسليم إيران مليار دولار كجزء من دفع الفدية وطالب المشرعون وزارة الخارجية الأمريكية بالإجابة عن أسئلة حول ما إذا كانت قد تنازلت عن العقوبات لتمكين الدفع وشاركت في مفاوضات تهدف إلى تأمين الأموال لإيران يشير تحقيق للصحيفة فريب بيكين إلى استياء الحزب الجمهوري المتزايد من وزارة خارجية بايدن لأنها تقدم سلسلة من التنازلات لمن سمتهم بالبلطجية في إيران بهدف حثها على العودة إلى طاولة المفاوضات وألغت إدارة بايدن بالفعل عقوبات الأمم المتحدة على إيران وأزالت تصنيفا إرهابيا رئيسا عن ميليشيا الحوثي وكيلئ طهران في اليمن رغم مواصلتها مهاجمة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ويرى الجمهوريون أن سياسة بايدن هذه ستلغي جهود أربع سنوات من العقوبات على إيران وتعيد الأمور إلى المربع الأول وبالتالي سيكون لسياسة الإدارة الجديدة تداعيات على المستوى الإقليمي بالكامل وخصوصا في البلدان الخاضعة للنفوذ الإيراني